في إطار الزيارات الميدانية إلى مختلف النواحي العسكرية الهادفة لمتابعة مدى تنفيذ برامج التحضير القتالي لصنة 2023-2024 على مستوى وحدات الجيش الوطني الشعبي شرع اليوم السيد الفريق أول السعيد شنغريحا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة عمل وتفتيش تدوم يومين إلى الناحية العسكرية السادسة بيتامن راست استهلت الزيارة من مقر قيادة الناحية العسكرية السادسة حيث وبعد مراسم الاستقبال من طرف اللواء محمد عجرود قائد ناحية وقف السيد الفريق أول وقفة ترحم على روح المجاهد المتوفى هيباوي الوافي الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه حيث وضع إكليلا من الظهور أمام المعلم التذكري المخلدي له وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة وعلى أرواح شهداء الأبرار بعد ذلك كان للصيد الفريق أول لقاءا مع إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية السادسة بثا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد إلى جميع وحدات الناحية